فكون انك تاخذ النص القرآني وتطبقه بطريقة غير تطبقها رسول الله سلم وتبحث عن الشخص اللي تثبت عليه التهمة بينما الرسول أتاه المتهم معترف وعمل بها الطريقة هذا ليس شرع الله وانك تجي تطبق نص شرعي تطبق عقوبة بحجة انها عقوبة شرعية ولا يوجد فيها نص للمعاقبة في القرآن او في الحديث المتواتر هذا ايضا يعني تزييف لل